الموضوع الثاني احيانا الاخوك الصغير ولدك بنتك احد اخذ جوالك اشترى لعبة او حتى متجر البرامج موجود فيه ايباد ولدك وصلتك رسالة تم خصم 400 ريال 500 ريال 300 ريال 100 ريال 20 ريال لو ريال حتى في لعبة او برنامج متجر البرامج ترى يحقلك طالب فيه وترجع اذا ما شرعت انت او تم الشراء بالغلط او حتى كان اللي شفته شيء كويس وبعد ما شرعت اللعبة او البرنامج ما سفت منه او ما حققلك اللي انت به من حققك تلغي عملية الشراء والطالب بالمبلغ فقبل تصفق البزر ولا تحط الحرة فيه وتتوقع الفلوس ضاعت لا ترى ما تروح تقدر تطالب فيها بوريكم الان كيف الطالب بأي مبلغ من خلال متجر البرامج لو شرعت لعبة او اي برنامج هذه صفحة وبالعربي من موقع ابل نفسه تقدر تدخل وبتلقى شرح كامل كيف تقدم شكوى او استرداد مبلغ لأي برنامج تضغط على هذا الرابط وبعدين بتحط بيانات الحساب حقك اللي تم الشراء اللعبة من خلالها او البرنامج من خلالها وبعد بتنتقل لصفحة المطالب وبريكم تلقى كل البرامج اللي انت حملتها وبتلقى هذا الخيار اضغط عليه وعلى طول بعتك مجموعة من الخيارات اختر الخيار اللي تشوفه مناسب منها مثلا البرنامج ما كان قد الطموحات البرنامج ما اشتغل بشكل كويس اللي يكون واكتب شرح بسيط عن المشكلة اللي واجهتك مثلا انه البرنامج رأيته وكتشفت انه اللعبة مهي مناسبة لي او لعمر الطفل او اللي يكون او ان الطفل يشترى بالغربي وتضغط ارسال ومباشرة خلال وقت قصير بيجيك الرد وبرجع لك فلوسك بدون اي مشاكل قبل اجاوب على سؤالك